السلام عليكم طلاب شون كوش أخباركم إن شاء الله بخير وياكم حسين طارق من الكادمين كاباتيو قدنا اليوم شريح الجزء الثاني ومو بس الثاني يعتبر الأخير بالكورس مالتنا كلما الباثولوجي رح نكمل إحنا البونت يومر طبعا لازم نشوفون الجزء الأول يالله هذا حتى تربطون فإذا نرجو إحنا على المخطط مالتنا فتقريبا إحنا كملنا أغلبا قلنا بقالنا بس ذني لأذر بونت يومر حنحكي على فتبونت يومر سميه إوينغ ساركوما وبرميتف نيرو اكتو درمال تيومر PNAT وجاينت سيل تيومر يعني GCT وراها رح نحكي على جوينت تيومر عن تيومر لايك ليجين يعني تيومرات بالجوينت ومشابه لها نحكي على فتش اسمه أغانقليون سانوفيل سيست نحكي على فتش اسمه همجاينت سيل تيومر أوف تندن شيث اللي اسمه بناين يعني سان سينوفيوما واخير شي عدنا فيلونودولار تينو ساينوفايتس PVNS حنحكي على ذا النورة هننتقل للقسم الثاني المحاضرة فإسا احنا أول شي حنبلش بله اللي هو ما بدأي اللي اوينغ ساركوما يعني كلش اغراسيف يعني كلش شديد عدنا بس صور اسكتش واتصور يعني نظام غلطانها هاي أخير صور اسكتش يمكنه يخلصا بعض الصور لعدم توفرها الباقي المواضيع يقول لك فدمدموعة من الناس بأصغر من عمر عشرين يعنينا حدد لك فلا تأخذوكش هالعبارة يقول لك اوينغ ساركوما حاطك هناك كلمة وينغز وكي وبياء كروموسومات هذا لابس قميص رقم 33 وفق هاي ما الكرة السلة مكتوب بها وينغز ف33 يسا ودعش زائد 22 احنا أخذها بالسلايد الجاي اللي هي هاي عدد الكروموسومات هنالي هي 12 و 22 أوكي فبس خلوه نبالكم حاليا انو وينغز ودعش و 22 يعني 33 ونقميص 33 ودعش زائد 22 33 ازي primitive malignant طبعا ودي حتش على اثنياتي هنا على الإوينغ ساركوما وال primitive neuroctodermal واضح؟ يعني على أغلب العشية primitive malignant small round cell tumor of bone and soft tissue فادي نقول يعني في التيومرات خلايا دائرية صغيرة تكون كلش malignant primary لل bone والsoft tissue للعظام واللنسيج soft زي viewed as the same tumor تقريب نشوفوه نفس الشي ليش؟ because they share an identical chromosome translocation يتشابهن أنو هنا إليه النفس التقال مع الكروموسوم فيقول لك يعتبرون نفس الشي اللي هو الـ الـ primitive neuroctodermal tumor بس يقول لك يكون لك يكون فرق الـ PNETS اللي هو primitive neuroctodermal tumors تشوفنا هي من اسمنا الطلاب اسمها Neuro فشوفنا Neural differentiation الـ ما يشوفنا أو are undifferentiated ما متميز واضح فعلا الفرق أنه Neural Neural هو بكلمة Neural فبي Neural هذا مهم وكل إش مهم واحتمال يجينا إن شاء الله بل كنت يجينا The second most common pediatric bone sarcoma شين هو؟ اللي هو Ewing sarcoma يعتبر The second most common ثاني أكثر sarcoma تصير بالبيدياتيك طيب شين هو الفيرست؟ هنا عندنا ملاحظة تقول أرجع 33 71 يا من أرجع 33 33 33 الأستي sarcoma يعتبر الفيرست وبحثت على شي بكل شوية مواقع فكل شوية بحث كل شوية واحد ولا خيط اللي عنده الأستيو sarcoma أكثر شي أكثر شي رقم واحد دائما نحط ليها رقم واحد وراح يجي الأوينك sarcoma وذكرتها ملي قدام ملخص فاللي عنده يعني ملاحظة أكثر شي من كتاب من موقع يعني خيد الزنة إذا لقى هيت شي بس وهم يعني هو أنه كاتب لك second فمنطقيا الفيرست والأستيو sarcoma لأنه هو كل الشعب وركز لأنه قل لكم bone يعني أكد لكم أنه هم bone وهم sarcoma يعني 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 حدد لك أنه osteosarcoma يعني أوكي مهج المقصد بس يعني هو هيكون كل شواء الموجود زيان وقدت يكون باك ثامن الموقع فالفيرست هو السيكن هو الوين وال البرميتف أو البياني اي تي زيان عندنا ملاحظة تقول 3 رقم واحد وسبعين مفوضة عدد لك بسبب 72 اي 72 تمام 72 اكتب أن رابدو مايو ساركومة هو يعني يعني من يقول لك ضلا من يقول الموست كومن ساركومة تقول osteosarcoma من يقول لك تقول شنو ال و ال من يقول لك الموست كومن سوف تش ساركومة تقول رابدو مايو ساركومة واللي ما ضبط هناك انت ملخص بالنها راح نذكر علي زي فهيا عدنا مهمة خلوها بالكم الملاحظة كلش مأكد علي انه مهمة وحكتب صفة مهمة ان شاء الله خلا حطينا هيج حتى الذكرة انه اكتب مهم زي يقول لك 10-15 عمرهم اغلب المرضى عمرهم من 10-15 يتشابهون بانه شنو يتشابهون ذي شير ايدنتيكال كرومسوم ترانسلوكيشن يتشابهون بيا يعني يقول لك هنا تعدك البروتي اللي حينتج عامل مسؤول عن النسخ اوكي اللي يحفز لك هنا النمو او يسبب لك هنا يحفز لك النمو مال خلا او الانتشار طبعا هاي الصور مال هاي ستو هاي ستو بس تركز وعلي انه عدنا هنا صور بها الصور عدنا وقلنا هنا لابس 33 فبوقت بي بس تفاصيل بسيطة خاف تيجي بالامتحان يعني هو طبعا ما حنشرح عن الصور بس كلام الصور مهم احنا مطالبين بالكلام يعني بس يعني المقصر لانه هاي تعتاو من الصفات حنشوف بعد نشوف تان وايت وذي سبور نكروس ان هيموريج يعني يقول لك كتلة أو يعني خنقول السنقاط ما التكتلات أو موت خلايا ونزيف هذا نشوف هنا عدنا نزيف وموت خلايا وتان وايت يعني لون حنطة على أبيض كتلة كتلة لون حنطة على أبيض وبعد عدك يعني النزيف همن ونكروسيس ونشوف هيش اسمه هومر رايت روزيت هاي تركزون عليها اللي هي مهمة يعني كاسم يقول لك what is the histological appearance of ewing sarcoma نشوف small blue cell خلايا لون هنا أزرق وتكون صغيرة بعض القميص ما تعيش يكون منقط الأزرق ونشوف هنا أنه هي مثل الدائرة تكون شنو وردية أوكي فهولنا رايت روزيت تمام باقي الكلام يا إذا تشوف يعني باقي الكلام ما بيذيك التفاصيل بس يعني ما خذنا بس المهمات أشغل عليهم واللي أكد عليهم الدكتور زين قدنا هنا بعض صفات أنه بالعظام الطويلة يعني فتكتل تكون ضخمة ومؤلمة بالدائفز دائفز لنا هذا يعني بالشاف ما لا تريقصد أمعدكم صورة هنا أنه وين أكثر نشو موجود بالدائفز ما يقول لك الطوبة موجودة بين الفيمر مات يعني بين الفيمر وبين العظام طويلة فقل لك بين العظام الطويلة يعني يشبه لك يقول لك منطقيا هو ساركوم يعني يحلل العظم يكسره والحواف مات ويمتد للسوفت تشو هايها مهمة هناك مات كاركترستيك بيروسيا يعني راكشن بوزيتيك بون يعني يعني سكين فاشن يقول لك حيسر يدك رد تفعيل أو يعني هيت شي يعني للشو نقول العظمة هنا مو هيتحلل فسر يدك مثل رد تفعل أو يعني هنا داخل يعني بالأكس راي طبعا إذا كون الكودمان ترينجل احنا مو قلنا هذا خاص بالأوينك ساركومة قلنا يعني هو مو خاص قلنا يطلع بها بس هو مو خاص بها فأنا معدكم موجود الكودمان ترينجل بالأوينك ساركومة بس وحنا قلنا 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 هيتحل مميزة تميزة همين فأحط نقول لكم مميزة إلا بس تميين بغيره عدنا مو وعندنا شغل أخلي أونين بيل أبيرانس لازم هناك حلقة مع البصل فبصل يعني قلة على شكل حلقات فإياها الفكرة يدو وصلكم وضح طلاب يخلوهن ببالكم يعني هذا ما يخص الإوينك ساركومة وال PNAT يعني مميزات أو أشياء مهمة إن شاء الله أكتب عليها إنه هنا هم مريض أكتب مهم مهم تمام زين giant cell tumor of bone GCT هاي معدنا صور سكتشي هنا محطوطة ما عرف من جني أوكي الجي سي تي أو يعني شو نقول giant cell يعني tumor of the bone اللي يعتبر intermediate type of tumor intermediate يعني مو بنان ولا ملقنان هو يعني بناين بس إلى القابل أنه يكون شنو إلى القابل أنه يكون يعني ملقنان أوكي مننا ومننا خلنا نروح على الصور نشو شو موجود وراها نروح الشرق قليل حتى لا يعلق عدكم هنا طوبة شبيرة فوادي يشبهم بها giant cell وحط تضربها هنا بعظمة فيعني يقول لك هنا أنه giant cell tumor of the bone فمين يصنع giant cell tumor multi-nucleated osteoclast giant cell هاي ديشفو شون بها عدة أنوية وتكون شبيرة كان giant cell tumor invade ممكن يساوي invade بس هو benign يعني وقلنا أنه بين benign والملقن تعتبر intermediate شونه أكثر شي يضرب يضرب الني وقدر شفون هنا شون الرجل المالت يحانية فيقول لك عدت يضرب الني أكثر شي يقول لك يهم من أنه benign يضرب epiphyses اللي هي هذن إذا نرجع لكم هذن ال epiphyses اللي هي الأطراف مالت خلني جسا نشوف الكلام مش شي يفيدنا بالله يقول لك البرزنتيشن عادة ما هذا يعني tumor in a young patient ورام شو نقول young patient مريض عمر صغير يضرب لك epiphyses ويقول لك it's intermediate not binan normal ignorant unhistophys shows giant cell and strong cell ويقول لك giant cell يعني يخصم لك تقريبا وقلنا انو intermediate epiphyses يعني كل indication اللي يقول لك it's dominated يعني by multi-nucleated osteoclast type giant cell إذا نرجع على الصورة هنا يابعد ن osteoclast multi-nucleated giant cell لها القوبة زي hence the يعني synonym osteoclastoma ما انو هو العلاقة بالosteoclast وقلنا انو يعني neither benign neither malignant فأط osteoclastoma زي gct is locally aggressive يعني يقدر ينتش يصير بالعمار عشين لاربعين current opinion يقول لك ادنفد يعني فكرة علي انو suggest that giant cell component is likely reactive macrophage population and the monuclear cell are new plastic يقول لك اخذ نحن فتفكرة علي انو احنا قدنا بنوع من الخلايا نوع اللي يكون هو multi-nucleated cell هاي تشبير يعني يقول لك تخيل هاي الخلية تشبيرة وهو ستها يقول لك لا مو هي الورم منون ذا تيومر ان خلايا صغار داريات هن اللي يعتبر الورم واضح هاي بس خلوها ببالكم هاي الدكتور حجان يقول لك تيومر يقول لك الاورام حتكون جبيرة ويعني مش نقول جوزية على حمرة وصر بها سيستيك دي جنريشن حنقول الحلالات كيسية يقول لك يتكون من خلايا احادية صغيرة اوكي وتكون يعني يونيفوم و صر بها انقسامات لغة احنا مو قلنا قلنا بيها الكبار اللي انه هذن الجانت سيل وليه عبارة عن بس ماكروفيت يعني اوكي بين الموني نيوكلير اللي هي هذن الخلايا الاصغر اللي حيكون الملغنت او نيو بلاستيك ممكن تتوى على 30 نوات او اكثر نوات يعني 30 نوات او اكثر جانسل تيومر اوكي اوكي انه شوني هنا اني مالتها وقلنا هنا انه اكثر ما كان هو الابافيسز اوكي اللي هو الاطراف مالتها مالأظم وهالتفاصيل وايعدكم يعني صورة الاخر الابافيسز اللي هي الاطراف بعد شعدنا بالله يقول لك بالراديولوجيكلي بالاشعة نشوفها large purolytic eccentric and the overlying cortex frequently destroyed يقول لك تشوفها كبيرة ومحلل للعظم وبالأطراف مو بالمركز ويقول لك غالبا الكورتكس هتكون متفلش وايعدكم الموجود يقول لك المجوريت ما الجاين سيل تيومر هي بناين خمسين بالمئة وممكن ترجع ورما التشيلها وباكو بيهن خمسة بالمئة مالإقناد ممكن يتشرن للرأة واضح بس هي الأغلبية بناين معتنو يعني بناين وإحنا قلنا هي أصلا انترميق هاي خلوها بباقيكم يعني احنا هاي هي الجاين سيل تيومر زين عدنا جون تيومر انت يومر لايك ليجين اللي شو نقول الأورام أو تشبيه الأورام اللي يصير بالجوينتات انه بس يعني مثاليا بسيطات يعني بما يخص هاي الصورة أو هاي الصفحة سلايد عدنا قنقليون سينوفي السيست اللي هي هاي تجمع من المادة جيلاتينية بأماك المفاصل سينميها قنقلي وقت الدكتور سين قنقلي فأتي دي قتلي تجمع مع الخلاياة عصبية والجوينت ولازم يسوي انسيجين تجمع مع المادة جيلاتينية بداخل الجوينت لازم يسوي انسيجين إلها علاقة بالكرونيك أوسيوراثرات تسبلت هاي المفاصل المزمن وقد نفس يسمى بيكر السيست ماختيه بالمراحلة الأولى بالتشريح اللي هو هم إلا اسم لاخ بوبليتيال سيست أو يصير بالبوبليتيال أوكي بيكر السيست هو سينوفيال جوينت اللي هو الني يعني موجود موجود أو العلاقة بالبوبليتيال فوسي هاي هي البوبليتيال فوسي هنا المنطقة اللي وراء هذا هو الني جوينت يقول لك بيكر السيست اسم بوبليتيال سيست اسم الاخ يتكون من شيز بداخل السوائل ويصير وراء الني وراء يعني الني أوكي هاي اتكم خلوه باتكم القانجليا أو القانجليون يعني القانجليون سينوفيال سيست وارتكم البيكر سيست اتكم هذن اللي هن البيجمنت فيلون نوديلر تينوسين فيتس وجاين سال تيومور أو تندن شيث هذن نخيش ونكمل ان شاء الله نحن البون باثولوجي نجي نرجع على هاي الصورة مالتنا كامل هذن الأذر بون تيومور نجي على هذا اللي هو جوين تيومور كاملنا هذا القانجليون سينوفيال سيست بقعدنا هذن اللي هي البيجي ان اس والجي سيتي ما التندن شيث اللي هو البيناين يعني سينوفيوم أوكي خلنا نجي نكمل ما بقى شي ان شاء الله يقول لك هنا عندنا البيجمنت فيلون نوديلر تينوسين فيتس بي ان اس والجان سيل تيومور أو تندن شيث نوات سون كامل مخل لش موجودات هواي بي ان اس تن 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 ديفيوز دي عادة يضمن هو جوينت وبعد اسم تين سين بايتس مال تندن بس هم العلاقة بال جوينت وراج جي سيتي يجولي اكر على سينجل تندن شيث نودي يعني يقول لك الجي سيتي يضربنا عاطن التندن بعملها البي وممكن حتى يضمن الجوينتات البي ومعنا يضربنا الجوينتات فشي ضربنا اكثر شي اني تأوضنا اكثر شي اني 8% من الكيس البي يعني عادة تصير عدهم يعني الم والمفاصمات مجدو يحركوها زيان ويسترع عدهم انتفاخ انتفاخات يعني متكررة جي سيتي ما انو قلنا بالتندن يضربنا يقول لك يبدي ككتلة صغيرة معلكية ومفردة وفريكونت تضمن لك تضرب لك الريست والفينجر تندن تضرب لك الاخطية والتندن يعني بلو السغ و بال يعني شو نقول الاصابع هذا مهم الجي سيتي هو الموست كمان سوف تشو تيشو 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 هو الجي سيتي اللي هو الجين سيل تيومور أوف تندن شيث هاي مهم مطلع خلوه بقالكم ازي هاي عدنا يعني جين سيل تيومور أوف تندن شيث البنائن سينوفيوم اوكي يقول لك هنا صار بيتراكم الهيمو السدرين ولوني يكون براون كالر وشايلي من الفينجر شايلي من الاصبع هاي عدكم البي في ان اس يقول لك عدتك بصورة تراكبنا بس حتى خاف يعني المصطحات تعرفون معني ذكرا عدنا هنا ملخص أوكي يعني السؤال في الموست طوما عدنا هنا الأوستيومة هو بنائن لي جين قلنا يعني مو كل شو موجود بس هي الفكرة انه موست كومن يصير بالهيد إذا عشنا الميلوم والليمفوم هو الموست كومن براماري ملجان التممير أوضمون الأستيو كوندرومة هو الموست كومن كان بنائن بون تممير كوندرومة موست كومن التممير بالهند والفيد الإوين ساركومة والبريميتيف نيور أكتو ديور هم السكن موست كومن بادياتيك بون ساركومة الأستيو تيومور هو الموست كومن ما التنشيث هو موست كومن تيومور الف ده هانت ويسا نحجع الرب دومايو سيركومه هو الموست كومن سوف تيشيو ساركومن باعوا فهنا هاي يعني ملخص لام لكم يعني كل المهمات اقل شي يجن منها واحد اثنين ان شاء الله يعني بالنص السنة ان شاء الله هاي امتحان تيس يوسيف رح حمشي على السريع الحديبه يلا 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 مشينا على السريع الماسكوليسكليتال باثوجيا والسيستيم في الآن على السوف تيشيو اللي حيكون كلش اصغر هاي حلوة طبعا سلايات إكتبعا فارغة هاي سكليتال مصل تيومور طبعا احنا قبل نبليش بها عدنا احنا فات مخطط اللي هو سوف تيشيو باثولوجي نبليش بها بس تيومورات طبعا مذكورة ويقول لك بسوف تيشيو تيومور نبليش لك بالسوف تيشيو تيومور احنا اول شي حناخذه سكليتال مصل تيومور اللي هو فاتشية راب دومايو ساركومة إذا نجي عليه رابدو معناته محزمة ومخططة يعني هيكلية ما يعني عضلة ساركومة يعني related to malignancy فسكليتا المصل تيومر تقدر تكون بناين وماليقنة لبنا البناين مكل شوية موجودة فهنا نحكي عنا قبل على الماليقنة فهذا هو المخطط معناتنا فهنا بلش احنا بالتيومرات سوف تتشيش تومر حنا بلش اول شي بالسكليتا المصل عندنا هم نحكي على الفاتي تيشو على الفابرس تيومر والتيومر لك ليجين والسمول مصل فهنا نحكي على العضوات الهيكلية على العضوات الملساء على الدهون وعالالياف فباشي والشي بالعضوات الهيكلية رابدو معيو ساركومة فقلنا هنا انه بالعضوات الهيكلية والمحزمة والمخططة رابدو معيو ساركومة is the most common soft tissue sarcoma of childhood and adults اكثر soft tissue sarcoma وجود بالاطفال وبالأدولس المراهقين يشو اللي ابييرنج بفور ايج عشرين عادة يظهر قبل عمر عشرين هاي مهمة they are most common in the head and neck or genital urinary اكثر شي صير بالهيد والنك or genital urinary هاي كلش مهمة هاي كلش مهمة يقول لك هنا عندنا نيمونيك يعني يصير اكو عندنا في الكروموسول أبنورمال طلع احنا عندنا رابدو معيو ساركومة يحفوا كلمة معيو او بقوا نحتاجه بعدين رابدو من ستة وساركومة من سبعة ستة وسبعة تلتعاش فيصر بالكروموسول تلتعاش زين وتلتعاش من كم رقم واحد واحد اثنين فيصر بثنين فضعت راح أطلب فتلتعاش بثنين خليهوا ب ranking واللي ريدي تذكر انه تلتعاش مثلا مايو همين ثلاث حروف ثلاثة التلتعاش وثلتعاش كم رقم واحد وثلاثة اثنين هاي يعني خليهوا ب amberكم فتصر باللاثنى والاثنين وعدنا أخذنا قبل شوي لا تنسون إيوينغ أخذناها بياء كروموسوم الإيوينغ بالدعك والالـ 22 هم نخلوها بفقكم بالدعك والـ 22 تمامًا يا نحب الله هاي بالدعك والـ 22 أوكي وحدمرها ما اللي قدام على كروموسومورمهم خلوها بفقكم يعني الدكتور أكد عليهم بالمحاضرة حسب اللي شوفت فيجل لك صرفا إدقاء的話 تقالات بكروموسوم نشوفها بأغلب الحالات صار أكثر شيء بالاثنين وثلاثة عش بالاثنين عندنا الكروموسوم اثنين عندنا في الجين نسميه PAX3 Leocontrol Skeletal Muscle Differentiation هذا الجين والPAX3 يتحكم أنه بالتمايز والتطور مع العضاة الهيكلية وبالكروموسوم يعني هذا ما عندنا موجود الكروموسوم رقم اثنين اكفت جين عندنا اسمه FKHR موجود بالكروموسوم 13 فيقول لي حيث أدك تمزيج بين الPAX3 والFKHR فالتدخيل البروتين اللي هو PAX3 اللي هو يتحكم لك بالتطور والتمايز صارت بمشكلة في منطقين أنت حيصر عندك مشكلة فيقول لك مشكلة بتنظيم أو يعني التمايز مع العضاة فيش الذكاء الدكتور بوكتا قالت تعدك هنا هو مسؤول عن صارت بمشكلة فحيصر لك حيصر عندك مشكلة بالتمايز والتكون مع العضاة واضح؟ زي جروس فيتر من نشوفها بعينها شنشوف يقول لك إذا نشأت قريبا من الميوكوزا ما يصرف اسمها المثانة أو ما الفجانة ممكن تكون ككتل عنقودية وتشبه عنقود العنب تكون جيلاتينس يعني جيلاتينية وسوف تكون نعمة ويشتوها مصحة يعني ساركومة بوتريويدز هذا الصورة شافيها بأحد محاضرات الباثل السابقة بالفيميل اللي يصرف بالفجانة عبارة عن كتل عنقودي نقول لك بحالة لخها هي تكون بشكل مخادع تكون محددة أو مختارقة نقول ككتلة تكون لونها أبيض على رصاصي إلى جوزي هاي نشوفها بالغروسلي يعني هنا يحكي لك هنا على الصورة ها أنه يقول لك شلناها الصورة من الفور آم وبعدنا هنا حواف جيدة مع العضلة دائر ما دائرها والوارم هنا لون جوزي وسانتة آريا بيها هيموريج ووايد لوكر سيكشن المهم هنا اللي الدكتورة كان عليها كل شيء بالصورة أو بهذه الصفحة يقول لك تقص المنطقة كلها بشكل يعني واسع هذا هو يعني من تقدر هالشي هو هذا العلاج أوف جويس ما الماليقننت سوف تشوتي وما أنه تقص هذا كل شيء أكد عليه الدكتور ناخم خلي أشير أنه نحط الأصفر على هاي الكامك المهمين زينا نجي نكمل ماكروسكوبيكال فيتر أباكتر ناصر موقف فيه الدكتور ديحتي قال يعني هاي الموضوع عندكم كذا ويعني صعب وكذا قلت لي يعني ما ييجي قلت شنو بتفكر بالامتحان بالموضوع من تلكم حسب كلاما أنه هاي الأول سطرين ما ييجن اللي هي الكلاسيف يعني السب كلاسيف ما تعطي أنه الأنواع ما تعطي زينا يقول لك هنا عندنا نحن خواص بالماكروسكوب ركزوا لي نايبي يعني المؤشر وغالبا بالأحمر وهذا المهم اللي ممكن نقسمها لعدة أنواع منها إمبريونال والفيولار وبليومورفينج فالأنواع اللي خلسمها إمبريونال الفيولار وبليومورفينج زي فهو من اسمه رابدومايو ساركومة فأتوقع الخليل أن نلقاها اللازم مشخصها رابدومايو بلاست كل أنواع لأنها الخليل لازم مشخصها إتكزيبت جرانيولار إيوزينفلك ساعة تبلازم الساعة تبلازم حيكون إيوزينفلك وحسب ما حتحنا إيوزينفلك سيكون لونة سنقول شوية هيتشي مايل أن يكون وردي على أحمر هيتش تفاصيل ممكن يكون لونة أو مو هي لون ممكن يكون شكلة أو يعني يكون داري أو متضاول يقول لك أخير شي واحد هو شنو يقول لك يعتبر أو نطيء اسم تسميه تاتبول أو سترابسل التاتبول أو سترابسل ليه الشكل هذا الخليل تاتبول أو سترابسل أو هاي 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 يقول لك ممكن يحتو على تحزمات من نشوفها باللايت ميكروسكوب يقول لك بالماضي كنا نشوفها بس بالألكتوم ميكروسكوب يسا نقدر نشوف باللايت ميكروسكوب بوسطة الاميون هستو كيمستري هاي لازم عد الحرف الإي هنا إميون هستو كيمستري ممكن تكون بشكل فشين سميه ساركمير جو الإكتو ميكروسكوب فإن نتقسم كلش نفوت جوه بالتركيب مع العضلات بالميكروسكوب يعني بنشوفها كلش بالهستولوجي ندخل حتى الإلكتو ميكروسكوب شوفها شين سميه ساركمير أوكي أو ممكن بالإميون زي هاي هاي عدكم يعني خلائتكم متنوعة الأشكال وهالتفاصيل كما نروح القسم الثاني اللي هو نحن أتشع الفاتي تيشو تيومر اللي هو البناين اللي هو يقول لك يقول لك ح learntها اخذتها يعني من برانة الزنباسية وكلش مهمة طلاب. حسب ما اذكره مذكورة بالجراحة من هالعبارة لامغلطان. يقول لك عبارة عن ورم حميد والدهون. يقول لك يعتبر هو يعني كلش موجود هو طلاب. يعني لدرجة. لكن يعني حضرت فد مناسبة. شو هذا واحد من القاعدين عده. دام شو بشارة. قاعد بالكير. يعني كلش موجود بسكل طلاب يعني كل شواء. اكفة الميزات بي. بيفد نوع يسمي الكمبيشن اللي والنوع التقليدي هو اذا يقول لك اكثر نوع موجود بي. طبعا هو التقليدي يعني. عبارة عن كتلة تكون نعمة صفرة. اوكي. ذي كان تكون من خلايا دهنية ماتور ناضجة. وما بيها بليومورفز. ما بيها تنوع بالاشكال وميزات الكنسر. هيعدكم صورة هنا. يقول لك على الرغم من انو الحدود مالتها هنا الواضحة. بس هنا من المظهر صعب انو احنا يعني شو نقول. يعني انميزها انه هو طبيعي. يعني نعم بعض يقول لك. قل لك apart from the clearly defined boundaries or age the appearance of lipoma is indistinguishable from that of normal thoughts. صعب انميزة من الطبيعي عن الليبوما. ازي. ها يعدكم ماتورة ديبوسايد خلايا التهنية ناضجة. هاي اللي هو النوع الثاني. هاي لكم تركزون هنا. يقول لك نعم. اول شيء liposarcoma is the malignant new plasm of adipocyte. فالورم خبيث للخلايا الدهنية. this tumor occur most commonly اكثر شيء تصير بالاعمار 40 إلى 60. بما ان هو sarcoma ولا مو دائما. بس نفكر ان يصير بالاعمار الاكبر 40 إلى 60. on most mostly in the deep soft tissue. اكثر شيء يصير بالنسجة الداخلية. اوكي. ليه كوش عميقة. بالمقارنة وهي الليبوما. او ممكن يصير بالفزرال سايت. يعني نشوف المواقع الاحشاء. the prognosis of liposarcoma is greatly influenced by the histologic subtype. هاي مهمة. ان يقول لك يعني البروغنوسة انه تتوقع حالة المريض كل شاشية تأثر بواسطة النوع مالتي النسيجي. اذا كان well-differentiated or mixoid variant tend to grow. اه يعني هنا حاش حلكم ياها. يعني على الصورة على الكلام وادفت كلام هنا كل شيء مبسطة بي. يقول لك اذا كان نوع well-differentiated or mixoid variant tend to grow in a fairly indolent fashion have more favorable outlook than do the more aggressive round cell and play more fake variant. يقول لك لما نجي الانواع ماتة. يقول لك اللي يصير بي mixoid appearance عادة يكون نمو ماتة ابطل والشكل ماتة احسن والتوقع ماتة همين احسن. يعني هالا وراما تكون لقص اقرازف. تكون شنو اقل يعني انتشارا هاتفظيل. بما على الجانب اللاخ. اوكي. يقول لك من نحتي احنا على البليومورفك فاريانت. اوكي. اللي. وحتى وراما شي لا يرجع. وينتشر حتى للنغ. تمام. فيقول لك يعني من نحتي هنا على البليومورفك اوكي. اللي هيكون شكل ما منتظم. يكون اقرازف. اوكي. ويرجع حتى وراما شي لو يروح حتى للنغ. فعايشي صعبة علينا. زيان. عدنا هنا يعني شو نقول. كروموسومة ترانسلوكيش. انتقال بين كروموسومين. ليبو ساركومة. اذا تقلتوا هي يعني ليبو ساركومة من داعش حرف. ليبو اربع وساركومة سبا. ضيفوا لأس يصير اثناش. فهي فضينا كروموسومة اثناش. وعدكم هنا ميكزويد. اللي هو الميكزويد ساركومة. ميكزويد تكون من ستة في ستة عشر. في يعني احسن ما طلاب احسن ما لوحد يعني يحفظيك عشوائق. لا نربطها بشي. ميكزويد ليبو ساركومة. ليبو ساركومة هاي اثناش. وعدكم هنا ستة. ستة عشر. يعني احسن مما هيتين نحفظها عميا وحط النافت اربع اختيارات انظار صافنين. زي. The rearrangement effects a transcription factor that plays a role in normal adipusat differentiation. الترتيب و هذا الترتيب هنا يأثرنا يعني او هذا يعني الانتقال يأثرنا هنا على العوامل النسخ. تدعب دور مهمة يعني شون يقول لنا بتطور الخلايا الدهني. يعني يقول لك نعمل نفس اللي خذناه قبل شوين من السرعة نفت الانتقال. لا تأكيد يأثرنا على التطور الطبيعي. الميزات مالتها pathologic features. يعني اقول لك نعم. usually they are relatively well circumscribed large mass. كتل شبيرة. الحواف ما تكون واضحة ومميزة. زي. several different histological subtype. بيها انواع بالsubtype نشوفها. including too low يعني great variant. بيها في النوع يعني تكون يعني low grade. الولد فريشد لبوساركوما. عن ذا ميكزود لبوساركوما. the latter is. يعني characterized by abundant ميوكويد. يقول لك الميكزود لبوساركوما. تمييز انو الاكترا سيلماتكس المادة مادة بين خلاوية تكون abundant. وثيرة. ميوكويد. تكون ميوكويد. يعني مخاطئة نقول. يقول لك some well differentiated lesion can be difficult to distinguish. بعض ال well differentiated ممكن تكون صعب انو مميزها. يقول لك هي يعني شوفوا طلاب. احنا خلنا تخيل عندنا ثلاث انواع من الانسجي. تمام. يقول لك هذا الطبيعي اللي هو النورمال. وهذا هو الليبوساركوما. اقول لك وهذا هو الليبوساركوما. يقول لك. يعني اذا هذا الليبوساركوما كان هو ده يشبهه. او بعدها يعني شو نقول ده يشبهه الاصلي. فأكيد صعب حنفرقه عن الليبوما. يعني يعني احنا ليش ده نقول احنا. ميصر عندنا الليبوساركوما نتوقع انو يتغير شكل النسيج. هو لا. ده يقول بحالة كان well differentiated. بعدها ده يشبه النسيج الليبوما. يقول لك صعب حيكون الميزة. زين. بيما whereas very poorly differentiated tumor can resemble various other high grade malignancy. بينما اللي كلش هيكون هنا ما متمايز. وحيكون ما يشبهه الاصلي. يقول لكم كينها يشبهه انواع لقه من ال high grade malignancy. زين. in most cases هاي مهم حال. بغلب الحالات. cells indicative of fatty differentiating are present. نقدر نشوف خلايا تأشر لنا. ده يصير عندنا تمايز. خلايا نعرف باسم الليبوبلاست. هو الليبوبلاست. ذي يعني يشبهن الخلايا مع الجنين. الخلايا الدهنية مع الجنين. والستاتو بلازم نكلبة vacuoles ذات سكارلوب ذي نيوكلاست. يقول لك كعدك هنا مثل الفجوات الدهنية بساتو بلازم. جاي شنو جاي يعني تتفع لك. اوكي. ويعني تتفع لك هنا النواة. تمام. او ده يصير هنا شكل يعني يقول لك ذي نيوكلاست. النواة هنا تكون شكلها متماوجة وغير طبيعي. لان تعدك هنا في هذه الفجوات. اذا نجعل هذه الصورة نشوفها كيف السري. ها هي الليبوبلاست. ادك هنا مثل الفجوات بساتو بلازم. شو شون ده يدفعو لك هنا على النواة ده يكون شكلها الرقلر او غير طبيعي. واضح? ازي. هاي عدكم صور يقول لك هنا صعبة فرقة عن الليبومة. اه عدكم هاي الليبوبلاست. اوكي. هاي معدكم صورة. هنا دكتور قال على شغلة اللي هي اللي يقول لك هناك وعدك فدقة وعيدة موية تشبه رجلي الدجاج. ادنا هذني. اذن لو عيدة موية تشبه رجلي الدجاج. يتأكد عليه يعني قدخل يعني نحتيها. اوكي. فيقول لك هنا نشوفها ميكزويد لبو ساركوما. اوكي خلوهن ببعضكم. همين ما مذكور هنا كلام. اوكي. ميكزويد ساركوما سيجنت رينج لبوبلاست. هم هاي عدكم فذني اللي يكونن سيجنت رينج مثل الحلقة. بقى عندنا الفابرس تيومور ان تيومور لاكليجين. همين يعني عدنا هنالفابرس تيومور كملنا ان شاء الله ما بقى شي. اه بس معلوماتية نأكد عليها هاي. عدنا هسا الفابرس تيومور. هنحتي على الفابرو ساركوما. والفابرو هستيوسيتيك تيومور اللي هي بناين فابرس يعني هستيومور. اللي هي نفسه درماتو فابروما. وورا هنروح هنسموذ مصل تيومور ونكمل ان شاء الله. هسا نحتي على اول شي اللي هو يعني هذان الفابرس تيومور ان تيومور لها تليجين. بيها بناين وماليجن. البيناين يعني نحتي ممكن سنجل فابرومة ممكن ملطبل فابروماتوسيس ممكن اندر سكنسر درماتو فابرومة. وعندنا الماليجنة هو الفابرو ساركوما. هنحتي على الفابرو ساركوما هو من اسمه فابرو. فاذا هي العلاقة بالفابروبلاست. هو ساركوما يعني ماليجنة. موست اكر ان ادلت. غالبا او يعني نفكر احنا ساركوما يصير بلي كبار بس مو دعا من هشي. يقولك typically in the deep tissue of the thigh and retroperitoneal area. عادة يصير بالانسج الداخلية مع الثاي والفخث والمنطقة retroperitoneal area. زي. as with other فابرو ساركوما. كما والحالوية ساركوما بقية. فابرو ساركوما after reoccur locally after excision. اكثر من خمسة بالمئة من الحالات. يقولك باكثر خمسة بالمئة من الحالات ممكن يرجع حتى أورا مشهلة. اند كان متاساسيز هيماتوجينيسي اكثر من خمسة وعشين بالمئة من الحالات للرأة. واضحة يخلنوه نبقى لكم المعلومات. الباثولوجيك فيتشار ذي. unecapsulated. او this unecapsulated infiltrative ساركوما. shows frequently area of hemorrhage. نفس اشي قلنا يشوفوك مناطق مع الhemorrhage و نكروس. تقريبا نفس الساركوما يعني القابلها. مايكروسكوبك لهذا المهم. اكوناف عبارة رايتكم تركزوه عليها مؤشرة. الهيرنجبون فاشن سكين. او فاشن. يقولك ليش قلت سكين هزا نشوف. يقولك مايكروسكوبكلي the large or the low grade tumor make closely resemble fibromatosis. ممكن يشبهون الفابروماتوس اللي هو يعتبر من الشنو يعتبر من البناينج النهنا. اوكي اللي هو المالطول. بس شنو الفرق. less differentiated example show densely packed spindle cell growing in a hearing bone fashion. اقولك عندك هنا يكون تمايز بشكل اقل. شوفتك هنا فد يعني تجمع مع الخلائي المغزلية تنمو فد نمط نسميه hearing bone. وياها اكيد اكون mytosis و necrosis. mytosis لين قلنا ساركوما و necrosis ديصر موت للخلائم. الهيرنجبون فاشن يش داي يكون شكله. هذا هو الهيرنجبون. شو شون هيتش يعني. تمام? او هيتش داي يكون يعني. فهنا عام نفسي شي هذا هو الهيرنجبون. شوفوا شون? هذا هو النمط خلوا ببالكم. تمام الطلاب؟ هاي كل شون ما? الهيرنجبون فاشي وين تشوفها يا بي? فابرو ساركوما. وين تشوفها? فابرو ساركوما. هاي تكون من فابرو ساركوما صورة. هاي صورة. هاي صورة هذا هو الهيرنجبون. فاشينا الصور كل شوار حيعني على هاي الصورة. ان شاء الله ما تخربط به لاجتنا بالعملي. زي. فابرو هستيوسيسيك تيومر. اللي وح نحتي بيه. بس هنا حيحتينا على الدرماتوفايبرومة. ونكمل يعني هو هذا الفابرو هستيوسيتيك تيومر. يقولك they are composed of these are composed of mixture of fibroblast and phagocytic lipid laden cell. اللي هي الهستيوسايت. تتكون هو من اسمه منطقي بدون تفكير. فابرو يعني فابرو بلاست. هستيوسيتيك يعني هستيوسايت هي نفس نقدر نقول البدل ليلة نسيل. اللي هي رزمبل اكتيفيتك ماكروفايج. اللي هي العلاقة وتشبه المكروفايج الاكتيفيتك المتفاعلة. the new بلاستيك سيل. are most likely fibroblast. شين هي الخلايا الورا ما هي اكثر شي هنا؟ هي الفابرو بلاست. ومن اسمه. لنحتي لنا فابرو هستيوسيتيك. اكثر شي فابرو بلاست. وهالي يومرة تنقسم الى بناين. وانترميديات. ماليقننت وتشيل. وفرانكلي ماليقننت. تنقسم الى بناين. او الانترميديات تقدر صور ماليقننت. او ماليقننت بشكل صريح. نحشة على هذا. اللي هو البيناين فابروس هستيوسايتوما او الدرماتوفايبروما. الريلاتفلي كومون بناين ليجين. ان ادولز. يكون شعاء موجود بالادولت ويكون بناين. بريزيند يجينا كسمول اقل واحد من ستيمتر. موبايل. نوريول. تكون يعني فاد نوريول. متحركة ضغير اقل واحد سنتيمتر. موجودة بالدرمس او السبكوتينيس تشيو. مايكروسكوبكلي ليجيني تكون من بلانت انترليسنك سبندل سيل. ادميكس وذ فومي لبد يعني رتش هستيوسايت لايك سيل. يتكون من يعني فاد خلايا تكون هنا سبندل مغزلية. وياها يعني هنا يقول لك انه خلايا مغزلية وياها فومي لبد رتش. يعني هستيوسايت لايك. يعني يقول لك هنا هستيوسايت هاي. بالحدود مالت هنا. اسا شوكم شو شكل حدود مالتها بالمايكروسكوب. يقول لك يعني يقول لك العملية تكوين المراض او شو يتكون مو شي محدد. يقول لك هنا هاي هاي عدكم سكن وهاي عدكم فايبر بلاس وذ هستيوسايت يجي تكون هاشكالها. واضح? وهاي عدكم اصغر من واحد سنتيميتر معين بالنودل. اذكروا ونخلوا لقبالكم ديرماتو فايبرومات. اخيين شابوا قاعدنا سموذ مصل تيومر ونكمل اللي هو تعرفنا على بعض المحاضرات السابقة ونحن اخذ واحد جديد حسب مذكور. هنحكي عليه آآ يعني سموذ مصل تيومرز ليومايومة ليومايوساركومة. يعني 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 بيعطين حتي الليو معاته سموذ المايو يعني مصل او والاومة يعني تيومر. ونحن هم الليو معني سموذ المايو يعني مصل ساركومة يعني بشون نقول يعني يعني ملقي نان손. وسانوفيال ساركومة هايają تتم شوي تركيزون عليه. هحنا مأخذين يعني كلمات وسانوفيال، بس سانوفيال اأخذيه يعني بالجوينت. في ناري تكم تعلمونه شو ما هانا صدمت عنه. يلا هسا حننصدم لا تخافوا زين خليني نشوف ممكن تكون ممكن تكون ماليقنت تمام منطقيا حال حال أي شي ماليقنت الليوميومة هو يعني ماليوميومة شاعر لازم الحدود مع التواضحة ممكن يشيء من ثم ستصل بأي مكان الجسم أكثر مكان موجودة به هو اليوترس واخذنا العامين بالمحاضرة في مالنا فسأل ليوميومة ها عدكم صورة كملنا ليوميومة هسا ليوميوم ساركومة بها مصطحات يمثل 15% من الساركومة اللي يصير بالسوف تيشو عدا يصير بالأدولت وأكثر شي بالفيميل هاي نقطة لنا شباب هاي نقطة لنا تستاهل التصفيق زي فيقول لهم أكثر شي بالأدولت وأكثر شي بالفيميل بالكبار و بالفيميل زي ديب سوف تيشو هي الأماكن المفضلة النسيج ديب سوف تيشو مع الأطراف و مع ريترو بريتونيو هي الأماكن المفضلة عنده هذا أوكي بالماكروسكوب سوف نشوف هاي المهمة هاي تكم تركيزون دكتور أكد عليها دي شو سبندل صلب خلايا مغزلية و سيجار شاب نيوكلي يعني خلايا مغزلية و هتكون نيوكلي هيت شكلها مثل السيجار أوكي هاي يعدكم السيجار شاب نيوكلي تمام هاي اللي يعدكم سبندل فيما بينها تاشكل أوكي زين السيجار شاب نيوكلي ليو ما يساركم أرجو لي سمول أندها فقد بروغنوز هاي مو قلنا هاي كثير شي تكون بالديب سوف تيشو يقولك إذا كانت سوبرفشل يعني عالا هتكون صغيرة والبروغنوز ما لاتها زين يعني ممكن يشف منها و ما تردن وراز يعني ريترو بيتونيو تيومر اللي يتكون بالداخل يعني هذا يقصد أنه سوبرفشل أنه يعني يعني كل شي يعني اللي بره أو يعني ديب مثلا سوف تيشو يعني من أهم شي يقول لك أنه هي يعني سوبرفشل مو بالأعماق و بال يعني شون نقول كل شي بالبطن و بالأحشا بس يقول لك ذلي صين بروترو بروتونيو تكون يعني كبار ومني قدر نشيل دائما كل يمكن أن تكون إنتاليكس يعني يعني إكسايز عن ميتاستاتيكس أنه يمتدن هنا بمكان مات وينتشرن يعني بالأماق الأخر هاعدكم صور مالتها همشي هنا السيقار شاب النيوكلي السينوفيال ساركوم اللي هو أخير ثلاثة ثلاثة ونكمل إن شاء الله المميز هنا لتكون تذكروا طبعا هنا حتى ما ننساها أنه سينوفيال ساركوم سينوفيال والدكتور سألنا بوقت سؤال يعني حلو طبعا توقعت مقصد سؤال فجعبته قال قال احنا يعني صح سامعين أنه السينوفيال يعني إذا ما غطانا مدرد ألف أوكي قال صح سامعين أنه السينوفيال هي بالجوينت أو لا قال وين سامعين السينوفيال فأنا قلت له بالجوينت قال فهيا ما لها علاقة كلش بالجوينت أوكي هسا نشوف شون المهم مدري تأليف على المعروف ذاكرتي المهم صار كوي لشي قصة على المهم سينوفيال ساركوم تمثل 10% من السوفت تيشيو ساركوم تمثل 10% من الساركوم من السوفت تيشيو الخلية الأصلية اللي جدت منها مو واضحة ومو محددة أنه يقول لك أهم شي احنا متأكدين منه أنه مو خلية لها علاقة بالمفاصل السينوفيال زي واضح يقول لك يعني ما لها علاقة بالجوينت ما لها علاقة بالجوينت على رغم أنه هي سينوفيال زي 90% وبسينوفيال ساركوم are not intraarticular but rather paraarticular 90% هي ما لها علاقة أو مو بداخل المفصل وإنما هي قريبة من المفصل بس مو بداخل المفصل عادة تشوفها بالأعمار 20 إلى 40 عادة نشوف بالأعمار 20 إلى 40 typical بشكل نموذجي most developed in deep soft tissue around the large joint of the extremities عادة نشوفها كثر شي بالdeep soft tissue دار مدار المفاصل الشبيرة مجدو بالextremities عادة اني especially around خاصة دار مدار هنا translocation هيتكم نتركزون عليها هي هنها طبعا تلزيجة بس لازقوليها synovial اني احنا من يجي نقول ABCD لحال ما نوصل XYZ فهنا عدكم synovial بحرف وعدكم هنا كروموسوم X والسينوفيل تتكون من 8 شنو 8 يعني نقول حروف وعدكم هنا لزقوها انه هذا ال L فتكون 18 18 وعدكم Y وعدكم X اللي ريد H عاد يحفظها يعني اكون الناس بالحكس تتعقد من هاي الأمور فهي عاد بس المقصد انه ما حب حفظي بشكل عمية واقل هاكو ربط حتى ممكن نساعد هشي بالمتاح زي ما السينوفيل ساركوما شو اكاركترستيك اللي هو ترانس لكيشن بتوين X و 18 قلنا انه X Y وال 18 اللي هو 8 وضيف هذا L العلاقة بالتوقع حالة مريضة بالماكروسكوب السينوفيل ساركوما may be باي فيزيك ار مونوفيزيك يعني يقول ممكن يتكون من نوع واحد من الخلايا او نوعين من الخلايا يقول لك انها البي فيزيك يعني يتكون من ابثيليل محتوى ابثيليل يعني نسيج ضارة ابثيليل او مزين كامل اللي هو نسيج يعني نظام اللي هو سبيندل كامل كلاسيك باي فيزيك سينوفيل ساركوما اكزيبت ستفريشيشيشن اوف تيومر صور اللي كان باي فيزيك سينوفيل ساركوما يعني شوفنا تمايز من الابثيليل وسبيندل يعني مزين كامل او ابثيليل يعني مزين كامل او اسمندل يعني ابثيليل همينوية نوعين ابثيليل ومزين كامل او اسمندل ذي ابثيليل سيل يكون شنو نوحة كيو بويدلتو كولمدر نوحة ما مكعبي لا عمودي ان فورم غلانز اور غرو ان سول كولد تكون انه غدد وتنمو بتجمعات صلبة او حبال صلبة يقول لك الخلايا هنا المغزلية تكون هنا بتجمعات خلوية تكون كثيفة متجمعة وتحيط انه هنا الخلايا الظهارية بالاميون هوستيكميستري سوالة في المناعة وهي التفاصيل تكون يعني نفحص باستخدام المناعة وهي التفاصيل تكون مساعدنا بكوز تيومر سيل ار بوزيتف فور كيراتين اور ابثيل مبراين انتجين يقول لك ان التيومر سيل حتكون بوزيتف للكيراتين والابثيل مبراين انتجين تكون بوزيتف لهذا الشغل كوما الميتستاسيك سايت شي الاماكم ممكن تشري لها اللي هي اللنغ دائما نحطها الواحد والبون وريجين طبعا دائما نذكر عندنا اللنغ السادي يضيف لك النوب وريجين لفنون اللي 10-30% يشون اكثر من 10 سنوات بس 10-30% يشون اكثر من 10 سنوات الصورة النادي وصل لك انه برا المساحة هنا برا يعني هنا مديدي شوفك انه هي برا وهم دائما لاحظ انه مدي ينذكر عندك هنا وعدكم مهم هنا شوف شون تكون من نوعين تكون من ادينو كارسينوما واللي هو يعني وبثير الكم بونت وسبندل هنا ادينو كارسينوما وهنا عدكم السبندل وهنا معدكم صورة ان شاء الله يعني بعدين شرح ان شاء الله ها اختبار ديروا وجهكم هنا حتى تنديل للحلول طبعا يعني هنا نكون وصلنا لنهاية المحاضرة ونهاية الكورس كله اتمنى شرح واحد مفهوم ممكن شرح سريع ممكن بطي ممكن يعني اي شي بي شرح علي ان اتحاد يعني قريب فأذرونا على العموم اتمنى شرح واحد مفهوم اي سؤال اي ملح ايفة